أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنقصصها لمهارة الوصف في الجغرافية أساساً وصف التطور طبعاً هنا مهارة الوصف أو سؤال الوصف الذي يطرح في وضعية الاشتغال بالوثائق الجغرافية في الامتحال الجي والموحد فهو طبعاً كيندرج ضمن ما يسمى بالأسئلة المنهجية والمهارية إذن كتكون عندكم طبعاً واحدة الوضعية اختبارية في مادة الجغرافية أساساً وضعية الاشتغال بالوثائق فكما قلنا يعني السؤال الأول غالباً ما يكون سؤالاً مهارياً ومنهجياً كيتتعلق إما بتحويل معطاية وثيقة إلى مبيان مناسب أو التوطين الجغرافي أو وضع الوثائق في السياق العام مع تحديد معاني بعض المصطلحات والمفاهيم إذن السؤال الثاني في مادة الاشتغال بالوثائق الجغرافية عادة ما يكون هو الوصف يعني وصف ظاهرة جغرافية قد تكون إما ظاهرة طبيعية بشرية أو اقتصادية وطبعاً هذا الوصف يكون من خلال وثيقة غالباً ما تكون يعني عبارة عن جدول إحصائي أو مبيان أو هما معان يعني في حالة ما إذا كان السؤال مثلاً الأول هو تحويل وثيقة إلى مبيان مناسب فالسؤال الثاني يأتي بصيغة صف الظاهرة أو صف تطور الظاهرة إذن في الحصة المادية كنا قد تطرقنا لمهارة وصف التوزيع وقلنا أن وصف ظاهرة أو وصف التوزيع توزيع ظاهرة معينة وحينما تكون هذه الظاهرة يعني ثابتة في الزمن يعني غير متطورة وطبعاً في هذه الحصة سنتناول وصف التطور إذن الصيغة التي يأتي بها السؤال هي إما صف أو صفي تطور الظاهرة أو صف الظاهرة موضوع الوثائق أو صف وطيرة تطور الظاهرة إذن فالظاهرة المتطورة هو حينما تكون لدينا طبعاً ثلاث سنوات على الأقل فما فوق سواء كان هذا التطور تطوراً متصلاً أو تطوراً متقطعاً في الزمن إذن ما هي الخطوات المنهجية التي يجب أن نتبعها في عملية الوصف الجغرافي وهناك نذكركم على أن الوصف الجغرافي وخطوة من خطوات النهج الجغرافي إذن فالخطوة الأولى هي الوصف الخطوة الثانية هي التفسير والخطوة الثالثة وهي التعميم وبالتالي فبالنسبة للوضعية الاشتغال بالوثائق كتبقى واحد الوضعية اللي هي في المتناول وممكن أن نجفها النقاط ولكن على أساس نعرف الكيفية والطريقة الصحيحة للإجابة عن الأسئلة التي يمكن أن تطرح لي في المتحان إذن أولاً يجب أن نحدد طبيعة الظاهرة المدروسة من خلال قراءة عنوان الوثيقة غالباً ما تكون جدولاً وكذلك الميبيان أو هما معاً إذن نحدد أهمية الظاهرة المدروسة وطبيعتها هل هي ظاهرة يعني جغرافية طبيعية أم بشرية أم اقتصادية ثم بعد ذلك لابد أن نضبط المجال الجغرافي المدروس من خلال دائماً قراءة عنوان الجدول والميبيان لأن العنوان دائماً ما يحمل ثلاث إشارات اللي هي الظاهرة طبيعة الظاهرة ثم المجال الجغرافي المدروس وأخيراً الزمن قد يكون ثابتاً أو متطوراً بعد ذلك نحدد الفطرة الزامنية المدروسة طبعاً بما أنه الأمر يتعلق بظاهرة متطورة في الزمن إذن نحدد طبيعة هذا التطور هل هو تطور متصل بمعنى مسترسل في الزمن أم تطور متقطع بمعنى السنوات يعني متبعيدة ثم بعد ذلك نضبط وحدات القياس أو المتغيرات بمعنى نصنف المعطيات الواردة في الوثيقة هل هي معطيات مطلقة بمعنى أرقام أم يعني أرقام مطلقة أم عبارة عن نسب مئوية أو ألفية إذن غالباً ما تكون أرقام إما أرقام مطلقة أو عبارة عن نسب مئوية في الغالب ثم أيضاً لدينا معطيات إسمية وأخرى ترتيبية تقدر تكون فقط إسمية وتقدر تكون أيضاً فقط ترتيبية أو هما معاً بعد ذلك إذن لابد من ملاحظة المعطيات وقراءتها وتمحيصها إذن لابد أن أدقق في هذه المعطيات إذن كنقرأ الوثيقة بإمعان مرة وشوج وثلاثة حتى نضبط أهم المعطيات وبعد ذلك لابد أن نبرز الصفات النوعية والكمية للظاهرة المدروسة بمعنى هنا الصفة النوعية الظاهرة في تطورها هل هناك ارتفاع أم تذبدب أم تراجع إذن هنا لابد أن أصف الظاهرة نوعياً فنقول مثلاً هناك إما ارتفاع أو هبوط أو تذبدب ولكن مع تكميمها بمعنى لابد أن نستثمر المعطيات الواردة في الوثيقة سواء كانت أرقام مطلقة أو نسب مئوية بعد ذلك نستخرج خصائصها كما قلنا من حيث الكم والحجم أو النسبة أو القيمة يعني حسب طبيعة الظاهرة وطبيعة المعطيات الواردة في الوثيقة بعد ذلك لابد أن نتتبع ونرصد تطور الظاهرة في الزمن بمعنى هل الوثيرة فيها نمو سريع أم بطيء أم هناك تذبدب أم هناك تراجع إذن نحدد طبيعة هذا التطور في الزمن ثم المرحلة الأخيرة وهي الربط بين العناصر أو التركيب إذن لإعمال وتنفيذ هذه الخطوات المنهجية إذن ننتقل إلى الشق التطبيقي إذن أقترح عليكم هذه الوثيقة التي وردت ضمن امتحان جهوي سابق في السنوات الماضية إذن الوثيقة الثالثة ترتيبها هي الوثيقة الثالثة موضوعها إذن دائما كما قلت يعني عتبة العنوان هي عتبة مهمة لأن فيها الظاهرة المدروسة أو الظواهر المدروسة ثم المجال الجغرافي والزمن إذن منك نقرأ العنوان تطور عدد السكان ونسبة تمدين بالمغرب بين 1960 و2014 إذن من خلال العنوان يتبين لأن هناك ظاهرة تاني في الجدول إذن الظاهرة الأولى هي إجمال عدد السكان وبالتالي هذا الظاهرة هي ظاهرة مطلقة ثم النسبة المئوية للتمدين إذن لدينا جوج ديل الظواهر أولا تطور إجمال عدد السكان وأيضا تطور نسبة تمدين إذن أين بالمجال المغربي؟ إذن هنا الإشارة الثانية هي المجال الجغرافي المدروس ثم الفترة الزمنية اللي هي المحدد أو المؤشر الثالث اللي هو ما بين 1960 إلى غاية 2014 إذن هذه العتبة الأولى العتبة الثانية هي مضمون الجدول بحداته إذن لابد أن أقرأ الجدول بإمعان إذن لدينا هنا معطيات اللي هي إسمية نوعية إسمية اللي هي السنوات وعدد السكان بالمئن والنسمة ونسبة الساكنة الحضرية أو نسبة تمدين كلاهما صحيح ثم بعد ذلك لدينا هنا السنوات لاحظوا 1960 1971 1982 1994 2004 وآخيرا 2014 ولاحظوا هنا أن الظاهرة عندي أكثر من ثلاث سنوات يعني تحديداً ست سنوات وبالتالي فالظاهرة هي متطورة إذن ما نوع التطور أو طبيعة التطور هو تطور غير متصل بي يعني متقطع لأنه ما كنشوح التوالي ديالسنوات معناك مثلاً 1960 1961 62 ويكذا إذن الظاهرة هي متقطعة بمعنى كين واحد الفاصل الزماني بين السنة والتي تليها أحياناً يصل إلى عشر سنوات 11 سنة أو 12 سنة إذن فالظاهرة هي غير متصلة بمعنى متقطعة ثم بعد ذلك سنصف تطور الظاهرتين معاً لهم عدد السكان بالمليون نسمة ونسبة الساكنة الحضرية إذن لاحظوا هنا أن عدد السكان تقل من حوالي 11.6 مليون نسمة سنة 1960 إلى 33.8 مليون نسمة سنة 2014 بالمقابل أيضاً نسبة تمدين عرفت نوعاً من الارتفاع إذن من حوالي 29.15% سنة 1960 إلى 60.3% سنة 2014 إذن هنا قرية الجدول بإمعان لأن ننتقل إلى ما هو مطلوب إذن لاحظوا هنا السؤال إذن صف أو صفي الظاهرة موضوع الوثيقة الثالث إذن هنا يجب أن نصف الظاهرة في شموليتها لأن هنا يجوج ذي الظواهر الفرعية اللي هي عدد السكان ونسبة التمدين إذن كيف نقوم بعملية الوصف إذن منك نقرأ الجدول إذن فورقة سويد إذن لا بأس أنا نسطره واحدة الجدول نحدده في أولاً الظاهرة المدروسة إذن عندنا جوج ذي الظواهر كما رأينا اللي هما تطور عدد السكان ونسبة التمدين المجال الجغرافي المدروس هو المغرب والفترة الزمني كما قلنا هي غير متصلة متقطعة تمتد من 1960 إلى غاية 2014 بالنسبة لمتغيرات الواردة في الجدول أو في الوثيقة هي عدد السكان ونسبة التمدين أو نسبة الساكن الحضارية ثم السنوات ولدينا هنا الوصف إذن حينما نرجع إلى الجدول ليتبين لنا أن مثلاً عدد السكان المغرب تضاعفت قريباً بحوالي ثلاث مرات خلال هذه المدة الزمنية يعني ما بين 1960 إلى غاية 2014 بالمقابل نجد على أن نسبة التمدين أو نسبة السكان الحضاريين تضاعفت بحوالي مرتين خلال الفترة الزمنية ذاتية إذن هذا وصف نوعي إذن كنكمله بوصف كمي يعني كنستثمر هذه الإحصائيات والأقام الواردة في الجدول إذن لابد أن أبرز خصائص الظاهرة الظاهرة المدروسة أو الظواهر المدروسة في الوثقة نوعياً وكذلك كمياً فنقول على سبيل المثال على أن إجمال عدد السكان في المغرب تضاعف بحوالي ثلاث مرات حيث انتقل عدده من حوالي 11.6 مليون سما إلى 33.8 مليون سما بين 1960 و2014 أيضاً تضاعف نسبة التمدين بحوالي مرتين من 29.1% إلى 60.3% في الفترة الزمنية ذاتها إذن بعد ذلك في ورقة التحرير إذن أكتب الوصف إذن طبعاً في عملية التركيب نلاحظ مثلاً أن إجمالي عدد السكان في المغرب كما قلنا تضاعف بحوالي ثلاث مرات إذ بلغ 33.8 مليون نسمة سنة 2014 بعدما كان هذا العدد لا يتجاوز 11.6 مليون نسمة سنة 1960 بالمقابل نلاحظ كذلك من خلال استقراء معطيات الجدول أن نسبة التمدين أو نسبة الساكن الحضرية تضاعفت بحوالي مرتين تقريباً حيث انتقلت من 29.1% سنة 1960 إلى 60.3% سنة 2014 إذن كما تلاحظون أعزائي فقد استثمرت بشكل جيد معطيات الوثيقة وقمت بعملية الوصف اللي هو وصف لتطور الظاهرة في الزمن لأن عندي ست محطات زمنية إذن هكذا نكون أعزائي قد أنهينا هذه الحصة أتمنى أن تكون مفيدة وماتعة في الأن نفسه وأن وفقها في تبليغ مضامنها وعناصرها الأساسية طبعاً إذا كانت عندكم أي أسئلة أو سفسارات يمكن لكم أن تسركوها في التعليقات حتى أتطلع عليها وأجيب عنها في حينه بحول الله وأشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم وأتمنى لكم التوفيق في مصاركم الدراسة وفي استعداداتكم تحان الجهة والموحدة بحول الله وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته